بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد أخير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين زكي والذكاء من إيه رب تكون بخير نرضى بإذن ده بقى ناخد أول سكشن تقريبا في البساطجي لجرات وكد في الأول بس افتكي لنا زمانينا رب نيال حمام يا رب وقلوا لهم الفتحة ناخد إيه بقى في السكشن ده ناخد كل الجرات دي بس يعني شكايا خوف بس هما سهلين جدا بإذن الله نبدأ بقى واحدة واحدة أول جرية أصدقاء معانا بعنوان إيه بقى اسمه الـ Brown Atrophy of the Heart إيه بقى الـ Brown Atrophy of the Heart ده هو أصلا من اسمه الله وصلا إلى محمد سويني ماشي الـ Brown Atrophy of the Heart يعني إيه بقى الـ Brown Atrophy of the Heart معناها الدمور البني للعضل القلب كلمة أطرفي أصلا ده معناها إيه معناها بني صح كده أنا أسفى كلمة أطرفي في الواق يعني بيقل في الحجم يعني في الصيس بيحصل في الدمور يعني ورون براون العضل القلب الاسم سهلا خلص ومن الاسمه نطلعها كذا حاجة تمام كده أنا قلت لك هو اسمه إيه اسمه أطرفي الأطرفي ده معناها إيه معناها دمور يعني الحجم بتاعه بيبقى صغير يبقى يبقى Reduced in size طبعا قبل أي حاجة هو هيجي يقولك قول الأورجن وقول الـ Diagnosis وقول الـ Comment صح كده ده في العملي هيقولك إذكر إيه الأورجن اللي قدامك ده يبقى إيه هارت كل الجودات أصلا تبقى هارت ومعاها حاجة أو هارت الوحيدة ده هارت وز إيه بلود فيسلز بتاعه بتبقى يعني بطحك ده ماشي؟ تمام الحاجة الثانية ايه؟ الحاجة الثانية قولك ايه هو الـ Diagnosis ودول أهم حاجتين يعني دول سهلين وبتاخدوا علون درجات عطول فانته لازم تذكرون كويس الـ Diagnosis بقى اللي هو الدمور البني لعضة القلب الـ Brown atrophy of the heart طب ايه هو الكومنت؟ من الاسم بتاعه هنجب حاجات كتير اول حاجة بالنسبة للسيز ان قلت بيحصل فيه أطروفية يبقى يبقى رديوز الإنسيز ده اول حاجة يبقى اول حاجة ايه؟ الحاجة الثانية كمان البريكارديا ده مش بس يعني بقولك ان كمان البريكارديا الفات بيكون كمان رديوز يبقى فيه اتنين هنا عادة لقلبك كل بتقل والفات اللي حوليه كمان مبقاش ايه؟ ما بقاش موجود بيقل تمام كمان حاجة مهمة جدا قالك كده الكوروناري فيسلز اللي هي فيسلز يعني عادة القلب او ترشيز يعني بتكون ترشيز شوف مواجه ازاي ترشيز ترشيز ماشية كده ماشية كده وطبعا ترشيز ليه اولاد لان عادة القلب قلت في الحجم لما عادة القلب بتقلي في الحجم بيانتجع بدل ما البلد فيسلز بدل ما البلد فيسلز بيكون مجدود لأ بتبدأ تحصل فيها ترشيز وكده صح كده ده حاجة بادية خالص طيب بالنسبة للقلر بتاعه قالك بيكون براونش مهوجني اين قلر اسمه ايه اسمه مهوجني براونش ان قلر المهوجني ده لون بني كده ماشي مهوغني براونش كالراشا تمام بعد كده بيقولك ايه بيقولك في الصورة بقى الى دهيد كده convention السورة اليه الدهيد بقى قالك عليها كومنت الواحدة بيقولك ان هنا الريفت وينتركل بيكون مفتوح وطبعاً لونه ايه مهجن في القرن يبقى تاني ايه نقول كده بقى واحدة واحدة انا حسستم سرسع قوي بس مش مهمة اول حاجة خالص اسمه ايه اسمه الدمور البوني في عادة القلب ايه هو الارجان انت انت زكي قوي اكيد عادة القلب يعني هارت ومعها كمان جريد فيسلس حلو كده؟ طيب بالنسبة اول حاجة ايه يحدثنا اللون ايه براون ايه براون ايه افضل اهم اثنين بالنسبة للjekون introduبل الاسمية أيضا اول حاجة drummer يبقى هو��ة ر bilateral براون مهجني لا نxo ان يسمي براون ايه weitere ايه انتقلار ربما سوف mixer trabajando اول شيء عادة القلب كلها تقل نتصغر مفقري لن تضع لتقوم بطولة ايه في طولة أخرى نتصغر مفقر نتصغر بطولة وستضع لتباية نحن يكون كناد حيث يكون كناد من العودة القلب يكون كناد مجرد ان يتصغر ويحصل فيها دمور البلوك فيسس تباع تيرسل وفي الصورة ديت كده قالك ان العلوة القلب هنا مفتوح عشان نشوف ان الولف فيريتين ولونه طبعا موجن ايه براونش انكالر الجار التاني بقى يا ولاد الجار التاني اسمه ايه بقى؟ الجار التاني اسمه فيبرونس بريكارديتس اسمه ايه تاني؟ اسمه فيبرونس بريكارديتس قلت لكم ان من الاسم هنقدر نجيب كذا حاجة اول حاجة هايسألك عن ايه هو الارجن ويسألك عن الكومنت تمام كده اما يقول لك اذكر الكومنت كله اما يجب لك حاجات في ايه او امس كيو على حسب يعني امتحانكم طيب اول حاجة الاورجان ده ايه وعبارة عن هارت بس الهارت ده كلوزد ولا اوبند لا عادي كلوزد مقفول كده تمام اول حاجة قال لك الهارت بتاعه هو نورمل في الصيز تمام كده تمام القسم بقى هنعرف منه ايه هنعرف منه كذا حاجة اول حاجة انا قلت لك ايه كلمة فابرنس ايه فابرنس دي ؟ فابرنس يعني في فابرن يبقى فابرنس دي ايه في فابرن اكسودة تمام كده Baracarditis Lyt expectations لو تعرف ان عضلة القلب الليнибرة كان اللي بتؤكد واخدينها عبارة عن طبقتين اثنين طبقة ناحية برا خالص الليل، بريطال وطبقة ناحية جوا Catholics صحي كده تعني الشكل اللي قدامنا ده ياولاد الشكل ده او أشيح للبرايتال هي طبقة البرايتال واللي قدامنا وهليuggle announcer تمام كدة تمام أي تسبق يعني حصل فيها inflammation تمام يبقى ده كده أول حاجة ايه من العنوان تمام الحجم بتوها نورمال جدا تمام بعد كده قال لك هذا البركارد يالساك اشنا البركارد يالساك عشان نشوف تمام بدأ بقى يوصف لك ايه بدأ يوصف لك البركارد يالساك وبتكون قبك وبتكون تاني تاني يبقى كلمة البركارد لابعنا عن حك تاني قضنا أسفل البريكاردية مع برايتل برايتل اللي هي ناحية البراة اللي احنا شنها والفيسرال ناحية اللي جوا ودا اللي تهمنا ودا اللي احنا بنوصفها في الرسمة دي الطبقة اللي قدامنا دياتي هو لدي الفيسرال مش البرايتل قال لك البريكاردية الساك الجزء اللي براه خالص اللي هي البرايتل والفيسرال اللي بدأت تبقى ساكو بتكون اوبيك وبتكون كمان فيبروتك انا قلت لك فيبر رزيت معناها ايه؟ معناها Fibrin Exudate والفايبرين اوكسيد ده بيكون لونه ايه بيكون لونه يلوش ويتش يلوش ويتش في القرار كمان بيدنا حاجة مهمة جدنا حاجة اسمها الشاجي باتشيز الشاجي باتشيز ديت يا ولاد يعني بتكون كده ايه يعني عارف انت زي مسلا السيراميك المنغمش كده افتكروها كده يا ولاد بالسيراميك المنغمش او المنكوش او اللي هو مش مش منظم ايه عليا كده ايه مش عارف اسم ايه يعني زغراشة حاجة كده المهم يعني لو ايه بتديلك شاجي الباتشيز تمام او في الفايبرونس اكسود ايه تمام بتكوبر ايه بقى بتكوبر انا قلت لك الا قدامنا ده الفيسرا الليين مش البرايطة اللي او في البرئيكاردية تمام بتاديك شكل كده عمل زي ايه شبه العيش والزبدة بريد اند بوتر ابيترنز يبقى الشكل اللي قدامنا ده ايه يا ولاد؟ عيش وزبدة عيش و ايه؟ عيش وزبدة bread and butter a appearance تمام كده؟ تمام يبقى نقول كمان بقى اخر مرة الشكل اللي قدامنا ده اسمه اول حاجة الارجان هو ايه؟ هو heart closed heart with its cigarette vessels تمام؟ بنسبة ليه اللي هو الصيز بتاعه طبعا نورمال في الصيز فتكري ان شكله نورمال خالص الحجم بتاعه ولا نورمال خالص تمام؟ الاسم بتاعه انطلع منه كذا حاجة اول حاجة فايبرناس دي معناه ان فيه فايبرناس اكسودات يبقى معناه ان في ايه؟ فايبرناس اكسودات الفايبرناس اكسودات ده لونه ايه؟ لونه يلوش ويتش لونه ايه يا ولاد؟ لونه يلوش ويتش والبتاع من زغراشة قدامك خالص هو يبقى شاجي باتشيز او شاجي appearance فل قوي طب هيدك شكل ايه اللي هو العيش والزبدة bread and butter a appearance حاجة كمان البركار دي تزيولتك عبارها من حاجتين عبارها عن بريتر لير والفيسرال لير البريتر لير دي ريموفد او اوبن دي احنا شناه بنبص بقى على الفيسرال لير دي لانها بتكون ايه؟ لانها بتكون سميكة كده هل هي شففة؟ لأ دي معطيمة خالص بتكون كمان او بيك وبتكون كمان ايه؟ فيها فيها فايبرين يعني تمام? احنا قلنا دي تمام اهم حاجة اولاد الورجن والديجنوس عشان هم سهلوا درجاتهم مدمونة تمام? تمام طيب اه ندخل بقى يا ولاد على التجارة الثالثة اللي معانا اسمه ايه بقى؟ اسمه اه 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 افتكروا ايه بقى؟ اه افتكروا اه اه ايه عارف انت مش عارف ايه لها حتى كده عفوك الديجنوس ده مميز قوي وشكل مميز خالص شفوا شايفين الديل ده كده؟ افتكروا بالديل ده ما علينا ما علينا اه اسمه ايه بقى؟ اسمه ايه؟ اسمه هايبرتروفك كورديوميبثي زي ما احنا تعودنا اهم حاجة عندنا الأورجر والديجنوس حلو قوي الأورجن ايه؟ يعني باللعلك يعني الأورجن هيبقى ايه؟ يعني كدني اكيد هارت تمام؟ بس بيبقى اوبن دهارت بقى مش كلوز دهارت وفتح كده من هنا ماشي؟ اوبن هارت وسجرد ايفسل حلو قوي بالنسبة للديجنوس هو هايبرتروفك كورديوميبث هنطلع منه ايه؟ اول حاجة هايبرتروفي يعني ايه هايبرتروفي يا دكتور انت و هو؟ يعني انتو اكيد في اخر الموديول اكيد اعرف ايه هايبرتروفي لعادة القلب؟ يعني تضخم في عادة القلب يبقى معنى كده ان الصيز هيبقى انلرجت بيبقى مدرية لإيه؟ انلرجت يعني كبر شوية في الحجم حلو قوي قالك كمان لو احنا شفنا الـ ventricular wall اللي هو سواء كان الـ right ventricle او left ventricle هنلاقي بردو حصل فيه هايبرتروفي و كبر شوية في الحجم يبقى عادة القلب ككل كبرت حصل فيها هايبرتروفي و انلرجت في الصيز و الـ left ventricle والright ventricle اللي اتنين بردو هنلاقيهم انلرجت فين ياولاد في الصيز طيب لما يبقى هو ventricles حصل فيها هايبرتروفي والعضلة بتاعتها زادت في الحجم يبقى معنى كده ان اليومن هيكون ايه؟ هيكون نارو نارو و في الـ ventricular cavity حلو قوي فوق الـ ventricle نرى سابقات المنزل هذا ده حاجة مميزة جدا جدا في الجاردة تمام كده؟ يبقى في سابقات المنزل ممكن نسكمها في ايه؟ افتكروا لحتة البيضة دي شايفينوا الحتة البيضة دي؟ افتكروا ان ده بقى مع انه طبعا ممتنش عراقة بالرسمة خاصة لكن ده بصماجة يعني ايه عبطة كده نقول اخر مرة ايه بقى الـ الـ organ هو open heart with a with great feasles Diagnosis hybertrophic Cardiomybis حلوة جيدة هايبرتروفي معناها زيادة في عدد القلب وتضخم في عادة القلب حصل تضخم في عدد القلب وحصل تضخم فيه لائد فينتركل ومعلم على الأستهمة هو عادة القلب كلها حصل لائد فتح الائد فينتركل سواء كان هايبرتروفي من موضوع الموضوع يتجعل حيث يتجعل ناره نارو اليومن او نارو كافيتي تمام؟ قلنا اهم حاجة مميزة في الحلقة البودة دي يبقى اتفكرنا بسبوط سوف كالسيفيكيشن او باب الاورتك فالف حلو قوي بعد كده يا ولاد الجورباء اللي عليها الدور اسمه اي بقى؟ يحسو كبير شوية والسوامش كبير ايه عبارة عن ايه بقى الشكل ده؟ عبارة عن قالك انه جايب لك جزء من الاورتة والاورتة دي في اثيروس كذيروس في تصلب تسلب في الشرين العادي والشرعين الي حاصل في تسلب هنا هو الأورتة هلو كده؟ هو ايه؟ اوارتكه جلوس يعني التسلب في الأورتة تمام جدا اية ايه قاللي احنا اول حاجة الارجن ده اهم حاجة وتضيف من واحد جد ايه هو الم سعل دقى؟ عبارة عن جزء تورج BU من الاورتة تمام؟ اوبند بمفتح الامساتف انا مش عارف اي هو انا حتى فيهم ايها بس اعلمه اصداما انا الاورتة اuttering mets تقريباً يعني أولاد دهو اللي هو الجزء ده كده ما علينا يعني هو أصلاً بين إن ده أورطة هنسكّمها بقى ده عبارة عن أورطة و مفتوح تمام حل و قوي أنا من اسمه و خلاص جبنا نواد الأورطة اسمه إيه بقى اسمه أثر اسكتروسي يعني حصل في تصلب و طالما حصل في تصلب أهم كلمة نقول إنه حصل في باتشز و في بليكس يعني ده البلد فيسل هول أورطة حصل جواه كده بقى شوية باتشز و إيه باتشز و بليك أهم حاجة بقى يولاد في الجرده إزاي تعرفت وصف الباتشز و البليك دي تمام كده؟ أول حاجة بتكون ملطبول كتير و بتكون ريز دي يعني مرفوعة كده تمام؟ و كمان في الصيز بتروح من نص إلى تلاتة سنتي يعني هي مش صيز واحدة في الصيز تمام؟ بعد كده قالك كمان أي قالك إن الباتشز و البليكس دي ويتش ييلو يبقى بتكون لنها إيه؟ ويتش ييلو هاف الريجولر يبقى يبقى الريجولر سلفز أو كونتر يعني يعني هي بتكون ويتش ييلو و بتكون كمان الريجولر و كمان قالك بتكون فيرم شالكي إن كونسيستنسي فيرم شالكي إن كونسيستنسي حلو قوي يبقى ده وصف الباتشز و البليكس أول حاجة بتكون ملطبول كتير و ريز دي مرفوع بعد كده قالك معلومة قالك إن أصغر باتشز موجودة بتحيط بتحيط المنيوت أورفيس أو الأبدوم الأورطة مش أنت عندك الأبدوم الأورطة بقى خارج منه 3 برانشات كده قالك إنه الباتشز و البليكس دي بتحيط إيه؟ بتحيط بتحيط أنا أريدكم يا أولاد لو كده جبتوا وراء وقلم وكتبتوا أنا بقول إيه بإيديكم بدلا ما تذكروا كده من وراء أنا كنت بعمل كده والله يوكا جد باستفاد قوي وباخش بكتب يعني بطريقة اللي أنا منظمها بقى نفس الكلمة في الكتاب وكل حاجة بس أنا اللي كتباب إيدي وانا اللي منظم عارفة هكتب إيه بعد كده إيه بعد كده إيه عشان ماتتهوش مني بس يبقى نقول تاني الجار ده هو اسم ايه أبدو من الأورتك إيه أثروسكتوروس والأورتة حصل في إيه أثروسكتوروس تمام طبعا الأورجن إيه هيبقى أثروسكتوروس حلوة قوي وقلنا طبعا أثروسكتوروس هتذكر كلمتين اتنين البتشز والبليكس تمام إيه بقى وصف البتشز والبليكس ديت يا ولان وصفها أول حاجة بتكون ملتبول كتير مرفوعة ريزد مختلفة في الاصائز يعني مختلفة في الاحجام كمان يلوي شويتش تمام في القرى الريجلر سيرفيس فير بشلقي في الكنسيستانسي ايه كمان قالك اصغر بتشيز و بليكس دي بتحب الايه بالأورفيسيس أو في ايه أورفيسيس أو في البرانشيس أو في الابدومنال أورطة تمام الجار بقى اللي بعد كده يا ولاد ده اللي جالي انا فاكرة ان ده اللي جالي في الامتحان تمام هم بيحبوا الجار ده اوي على فكرة اسمه ايه اسمه ريسنت ام اوي يعني ما يقرد الانفاركشن اللي سريسنت لحصل من شوية تمام كده اول حاجة الارجان ايه برضو زي ما احنا اتعودنا الارجان هين هيبقى ايه هايبقى الهارت عادي مفتوح مش عارف مفتوح منين يعني بسأيبahah ما علينا هو مفتوح وخلاص ماشي كده طبعا احنا عارفين ان الهارت الجزء اللي برобще اسمه برئيكارديام لاناسم البرئيكارديام لاناسم برئيكارديام لانه عبارة عن في الشكل ده برضو شايل البريتال يبقى في الشكل ده ايه شايل البريتال قال لك البريتال لير شايلها تمام ماشي بالنسبة بقى وطبعا احنا شايفين اما اللي احنا شايفينه ده ايه ده ده الفيسرال لير حلو قوي بالنسبة للصيز بيكون قليل ريديوزد بالنسبة للونه ترامها وريسنت ياولاد لسه حاصل دلوقتي فيكون ايه دارك براون او دارك ريدش تمام كده تمام قال لك ان براون شاجي فايبرونيس اكسوديت قال لك ان الجزء اللي برا ده بيكون ايه برضو ريدش براونش وشاجي فايبرونيس بعد نتيجة يعني الانفاركشن اللي حصل حصل بعض الفايبرونيس اكسوديت كده وتراصبت ايه على جزء طبق اللي برا يعني تمام بعد كده بيقولك ان الاندوكاردولاسيوفيس اللي جواحنا مش شايفينها يعني بتكون ارديجولار ماشي تمام بالنسبة للفالفات بتكون نورمال يبقى الفالفات في الامة اي نورمال ياولاد تمام بعدك انه بيقولك ايه هنا في الشكل ده برضو بيقولك ايه بيقولك انه الانتيريور سيرفس اف الرايد فنتركل از اوبن بيعد نفس الكلام يعني يعني هو فاتح لك الانتيريور سيرفس بتاع الرايد فنتركل عشان نشوف انه بيكون ريد براونش فلابي سيك موسكترول يعني الول بتكون سيك يعني لماذا لازم بس يعرفوها يعني اكتبوها برضو قسم يعني توكسك في ايه فاكتبوا كل حاجة يبقى ثاني اول حاجة الورجن ده ده هارت الدايجنوز ريسنت اما اي مايقارد الانفاركشن هنعرف ايه من كلمة ريسنت ديت ان هو ايه ان هو بيكون ان هو دارك ريدش براونش وكمان شكل وبين خلص ايه دارك ريدش براونش بالنسبة هو طبعا اما اي ده مايقارد الانفاركشن على قلب ماتت فبتلاح حجمها ايه اولاد هيقل هتكون ريديوز ايه في الصيز بتاعتها ماشي كده تمام لا بيقول لك لو انت طيب نتيجة الانفاركشن اللي حصل ده هيبقى فيه مترصب ايه مترصب ايه بره تمام حلو قوي وقال لك الانتيريور والوف الرايد فينتريك اللي يتفتح عشان نشوف انه ايه انه بيكون يعني ريدو براون برضو والمصل بتكون ثيك وكده حلو قوي الجزء اللي جوه بتكون ايه الريجولار تمام طب بالنسبة للفالفات يولاد الفالفات بتكون نورمال تمام جدا الجر بقى يا ولاد اللي بعد كده سويني الجر اللي بعد كده يعني هو غريب شوية يعني وشكله مميز برده وشكله مميز بصوى الكلام اللي عليه غريب يعني ما علينا هو اسمه ايه 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 التاني كان ريسنت انما ده خلاص حصل له هيلنج بالفايبروزيس تمام كده طالما يولاد حصل له هيلنج بالفايبروزيس يبقى اللونه هيبقى ايه هيبقى وايتش عادي تمام كده طيب اللهم صل على محمد يبقى الورجن ده اوبن هارت واسجليد فسل شايفين متقطع خلاص هو ده اوبن هارت ويه الدياجنوز زي ما احنا قلنا ايه هيلد اما اوي تمام قلنا طبعا عايزاكو بس تحطو حاجة في الناقل في حالات الام اي اولاد في حالات الام اي الطبيعي ان عضط القلب بيكون حاجمها بيقل زي اللي فات يعني مثلا هنا قلنا عضط القلب بتبقى رديوز في الصيز انما هنا الام ايه قالك اللرجد وده مش طبيعي ممكن بقى يعني هو الطبيعي يكون قلال ولكن ممكن المريض ده كان عنده حاجة تانية سببت له اللرجد في الصيز يعني بتالهارت ولكن هو الطبيعي هو ما يكونش اللرجد ولكن تبقى عارفين ان ده يعني الجر ده حاجة اكسبشن كده ما علينا يبقى هو الهارت بيقل لا بيزيد اللرجد تمام جدا بيقولك ايه كمان بيقولك ان الليفتفينتريك اللي احنا فتحناه كده هنلاقي ان البولد بتاعه ثن وجريش براونش انتكالر تمام والاندو كارديم الجزء اللي هو الطبيعي بتكون جريش شويتش ايه انتكالر تمام مهم ما اود بقى عارفين كمان ان بيحصل فيه ملطبول ميورال ثرمبوزز بيبقى في ايه كمان يا ولاد ملطبول ميورال ثرمبوزز ممكن نسكيمها بايه يعني انتو شايفين شكل الجر كده تحس اللهم صال محمد سواني ايه شكل الجر كده اكبر انه عامل حرف ام معرفش ازاي عامل حرف ام تمام هو عامل حرف ام وخلاص طب عامل حرف ام يبقى ام ام ملطبول ميورال ثرمبوزز ماشي ان بتوين ذا سيك ولمنا كورنيل تمام قالك كمان ان الفلفات نورمال الفلفات ايه ولاد نورمال زيه بالضبط اللي فات يبقى الميورال ثرمبوز اللي سواء كان ده او اللي قبله الفلفات ايه بتكون نورمال بقولك كمان كده معلومة يعني ملاش لازمة برضو ان في الحالة دي بيبقى ممكن يبقى في ايه في اثروميتاس ايه في اثروميتاس يبقى تاني التجار الغريب جدا ده اسمه ايه اسمه هيلد اما ايه هيلد ميورال تمام كده يبقى ده اوبن هارت تمام واسمه قولنا هيلد اما ايه بالنسبة للهارت طبيعا هو يكون قليل في الحجمه ولكن ده حاجة اكسبشن كده هنقول اللارج ماشي تمام لو احنا شوفنا الول هنلاقي الول فيري فيري ثير تمام ايه جريش طبعا في القلر ولو شوفنا الاندوكاردين طبعا من جوه برضو هنشوفها جريش ايه جريش ويتش ايه طبعا جريش ويتش ليه لان ده اصلا يولاد والهيلد طب يحصل بالفايبروز فيكون جريش ويتش فاهمين الفكرة تمام ايه كمان بيبقى في قولنا بعد اما حارف الام يبقى في ام مالتبل ميراد ثرمبوزيس تمام ايه اه حلو اقالك الفالفات سواء كان المايتري او الاورتة يكون كمان ايه نورمال بيكون حاجة اسمها اه في الوال ايه في الاورتة ايه الجور اللي بعد كده يولاد معنا اسم ايه بقى اسمه الروماتيك فالفيولايتس اسم ايه أولاد ؟ اسمه الروماتيك فالفيولايتس ايتم اسمه برضو فالفوليتس يعني حصل نتيجة 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 الروماتيك فيفور فالفوليتس يتضع ارتهاب مزمن بعد ذلك يهلك الفيبروسوس فهو يسمون روماتيك وفالفوليتس انه هي الفالفات الحصل فيه ذكرتك اثنين المايترال والأورتك والأورتك بالف نتيجة انه حصل فيه نتيجة نتيجة ا現在 دخلتها ستينوزيس يبقى ظانا العلوان كم بسرعه اول حاجة عبارة عن اسمه روماتيك فالفيولايتس روماتيك فالفيولايتس يعني انفلميشن في الفلفات نتاجة روماتيك فيفر انهي فلفات بالضبط الماتر والاولتك فالنفلم فلما يحصل فيهم انفلميشن مع روقتي بيحصل فيهم سنسبيديا طبعا الشكل ده ايه الشكل ده الشكل ده عبارة عن عادي اوبن هاروز جيت فيسل والتشخص احنا نسه ايدن طب بالنسبة للكومنت بقى ركزوا معي في الكومنت شوية اول حاجة الصيز بيكون نورمي بالنسبة ليه الفنتريكولار والد الول بتاع الفنتريكل شوية بيكون ثيكند وهنفع من هذا الوقت هقول لك ليه دب مش التواغذين يا ولد في محاطة البسولوجي ان الاورتك الاورتك يعني انما يحصل فيه ستينوزيس ده بيقلي عادة القلب شوية ايه يحصل فيها كده ايه عشان تبقى قوية يعني والضخ قوية ممكن يحصل فيها ثيكند شوية صح كده فهو ده تفسيد ان اللفت فينتريكل بيكون ايه بيكون ثيكند طيب انا من اسم تبيع اسمه متر ان اورتك ستينوزيس يعني المليطرال والاورتك Geoff vulve حصل فيه وستينوزيس وبالتالي لما هو نفس الوصف ثيكند تمام ثيكند وتحضر الابردك وكيفيك فاوز نفس الوصف يعتبر هنا بردو ثيك وفيبروتيك وفيوز وحاجة اسمها البديد ايه؟ البديد مارجن يعني المارجن بتاعته مش ايه مش منتظمة تمام كده؟ واتخينه شوية تمام بعد كده ايه بيقول لك ايه بيقول لك ايه ان الكوردة تنديني او ثيكن تمام وفيبروتيك فيها فيها فايبروزس ايه يعني انتلكة ولماتك فيه برد بتاحسن وكما متكون معتمة اوبيك وفيوز نفس الكلام وشور تند نفس الوصف والله كلها فهي تدي لك شيء مهم قوي 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 اسمها فانلشيب أبيرانس أوفزة فالف دي بقى مهمة فالفالف كده عامل زي ايه زي الفانلشيب كده فانلشيب أبيرانس أوفزة فالف نتيجة يا ولاد انه الكوردة تنديني اللي تحته المسكف الفالف يعني ومسكف البابيلر المصل بيحصل فيها التغيرات ده كلها بتكون ثيك وفايبروتيك وكوبيك وفيوز وكمان شورتن فبتخلي الفالف ده ايه فانلشيب الفالف كده حلو قوي المسكف الفالفين بيحصل ottرام بيحصل ايه ولاد الليفت اترام بيكون ايه بيكون دايلاتي لتيجة انه والله مصل المحمد ان الميتر حصل في استينوزز والميتر عندما يحصل في استينوزز يبقى عدلة من الليفت اترام بيحصل في ايه ولاد بيحصل في دايلاتيش وكمان ثيك موسكتر والكونتينج مالتبول ايه ايه ثرمبوس تمام كده في ثرمبوسز يعي يبقى ثاني كده له الجورديد يبقى لغبط المفلق في الشكل هذا عبر عن نتجة الانتجة الروماتيك فيفر فنسميه روماتيك فالفوليتس فأني الفالفات بالضبط في اثنين الميتر والاورتك اي والاورتك فالف بالنسبة قلنا لونسا المحمد الصيز يكون نورمال صيز ووالي هو بيكون ثيكون شوية بقى كل أورالي يعني نورمال صيز ولكن البول بتاع الالبي بيكون ثيكون شوية قلنا طالما حصل استينوزس في الميتشل والأورطة يبقى أما يقول لك اوصف لي الكاسبس بتاع الميتشل والكاسبس بتاع الأورطة تقول نفس الحاجة الوثيكند والريجولار وفايبروتك ووبيك وفيوز نفس الكلام هنقوله هنا تمام قال لك كمان ان الكردة تنديني دي الكردة تنديني دي يحبال كده يا ولاد زي اللي اكيد واخدنا هنا في قلقتكم لا تمسك تقريبا ان البابيلر المصل مع الفلف اللي موجود فوق فلما ايه بقى الكردة تنديني دي بتكون ثيكند تخينة وفايبروتك ووبيك وفيوز دي كردة دي بين تجعانها ان اللهم صلى الله عليه محمد ان الاورطة ايه الولاد بيكون شكله ايه بقى بيكون شكله طبعا فانل ايه فانل شايف أبيرنز تمام كده قال لك كمان ذكر لك قلت لك لما يحصل الميتشل ده لما يحصل فيه استينوزس يبقى ليفت ايه بيحصل فيه ايه بيحصل فيه دايلاتيشن ومن ثم بيكون شوية ثورنبوزس تمام تمام الجرباء يا ولادي اللي معنا بعد كده هو نفس العنوان شوية يعني مثلا خدوا بالكو ده قلنا اسمه روماتيك فالفوليتوس وده برضو روماتيك فالفوليتس عشان قد قلت لك خدوا بالكو من الشكل ورسمه بلغبطه شوية ده قلنا عليه روماتيك فالفوليتس و اه ومعه ايه ميترال اند اورتك السنوزس انما ده روماتيك فالفوليتس مع اورتك السيروما الاورتة بس ماذا الهيه هو اللي متأثر تمام انما الي مترال كمان متأثرن المحيش الفيام هنا الاورطة بس تمام بيكون ايه اوبن هارت تمام بيكون اوبن هارت او بشفي الفيام تمام تمام اول حاجه الي بنشوفه بقي فيه اول حاجه الفيام مثل الهي فات بالضبط الميترال الفالف كسبس القصبس الماتر الفلف و نفس الوصف الذي هناك نفس الوصف الذي هناك و الكردة تنديني نفس الوصف الذي هناك ولكن هناك شيء مهم يجعله شكله بطن شبه الزرار أو الحفرة بطن نفس الوصف كيف يكون مهمة فلوصف الوصف يكون نورمال ايه الاورته الولفة بيكون ايه بيكون نورمال الفالفة تمام لم يجب ده بعد كده قالك ان البطأس بود الاورته يبقى في برض بعض آثير متاس بانديلوش ايه ييلوش استريكس كده تمام يبقى ده بنسمي ايه تانيه بنسميه روماتيك فالفولايتيس واندي اورتك اثرومات نلجعكا برده على الجار هذا يبقى ده اسمه ايه اسمه روماتيك فالفولايتيس تمام وقمت بتعباقنا مع هي حول اورتك اثيروما القلقق قد يبدو سياسة اوارتك قد يكوى اوارتك اثيروما القلقق اوسي اكتبته الفاتراناتب تريد ان هره اضifique تغير الهره ان ابرونا الكفتران البنية تمام قلقق قلقق ان القصبس بتاع المتر والفاتر احفظوا يولد شاريه الي فاتري كويس اوه تعرف ان تقولوا هنا القصب بتاع المتر والفاتر نفس الكومنت اللي فاتر الكورده سيطيع المتخلص باتر هنا كناقشا بنقول أن الإتريام سيكون مرحباً قال لك كمان أن الإتريام يكون مدريطان للإتريام وهي مصكولر المصائل هناك كلمة كتبها بشكل غلط معلش أنا أسفى التابع المصير تابع الإتريام يعني هو يقول لك أن الإتريام ممكن أن يكون له كميات صغيرة والأثيرام كله بيكون ديليتد تمام الأورتك فالف ايه نورمال قال لها كان الولد في الأسسندي الأورتك الجزء اللي طالع من الأورتك بيكون في ممكن الأسرين متسبتش عنديلو ايه استريكس ماشي افتكروا اثيروما اثيروما افتكروا اثيروما يبقى فيها ايه استريكس اثيروما اس استريكس افتكروا هكذا الجربة ايه والدن اللي بعد كده بعنوان ايه اوورتك استينوزس and early mitral stenosis يبقى هنا هنتكلم بردو هذا يبقى شبهه قوي بالنسبة لذي يقرر نفسه يا ولاد الاورتك استينوزس و mitral stenosis يبقى تعمل له الكسبس بتاع الاورتك والكسبس بتاع الميترل ايه يوصفون بيكونوا thick وفابراتك ووبك و thickened كل الكلام ده كله هنا بردو اوورتك يعني اللي بيكون قصدي thickened و irregular وفابراتك ووبك و fuse كل ده ايه كل ده تمام طيب نتيجة يا ولاد اللهم صلى الله عليه محمد ايه بعد كده بيقولك ايه بيقولك ايه الحجم بتاعه ككل بيكون ايه مدريتلي enlarged تمام كده بعد كده بيقولك ايه بيقولك ايه بيقولك ان الكولامنا كورنيا و البابلاري ماصر اللي اتنين دول ياولاد بيحصل فيهم هايبرتوف يعني بيزدو ايه بيزدو في الحجم تمام واللفت فينسيكل بتكون كمان second wall تمام اللفت فينسيكل تمام الول بتاع بيكون سيك يبقى ورلالج ده كمانت بتاعصها اللي خالص ايه هو نقول تاني اول حاجة قلنا اورتك السينوديس وميتر السينوديس يبقى نقوم راح نقالين القاسبس وصفون القاسبس بتاع الميتر والقاسبس بتاع ايه بتاع الاورتك ممتنين نفس حاجة سيك فايبروتك اوبيك الريجولار ومش عارف ايه طيب بالنسبة بقى اللي هو حجم القلب ككل افتك اللي بيكون اللرجد شوية عندك الضغط الموجود في لفت بنتريكل بقى ببدأ يحصل ايه ترابيكيوليشن يعني زي حفر كده ده اهم حال اصلا مميزة مميزة يعني للجورده بتكلم الحفر اللي قدامكم تمام تمام اي انا عايزيك باستخدوا حق بالكم من حاجة يا ولاد الجورده احنا كنا بنتكلم عن ايه بنتكلم عن الجزء اللفت بتاع الهارت اي كنا بنتكلم عن اورتك السنزس والميسر السنزس اللي هو ناحية ايه ناحية الشمال تمام كنت بقولك ايه اللهم سلام محمد لما يحصل ايه يا ولاد متوريستنوزس لما يحصل متوريستنوزس يبقى الفنتريكل بقى بيبدأ ايه زي ما انا قلتك ببقى البول بتاعه بتكلم تبقى 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 ايه عشان تقوم اللي حصل ده ونتيجة بيبقى في ضغط كبير هنا فيحصل ايه ترابيكوليشن زي ما انا فاهمتك ولكن الاتريم هل لفت التمن بيتقصر لا اللفت التمن بيكون ايه بيكون نورمال يبقى اننا في الجاردة باتكلم على ناحية الشمال و suspect is the case with pattern of the water or the water كل ده ناحية الشمال قدد نأتي بقى الجري اللي بعد شابه بيه خلص بس ناحية اليمين ان هو ستينوس بس الستينوس�� breather و فتكربو ايضا اهو سوني بالنسبة لك ، ده يعني تسكين ما في بيطاب ايه طبعا ده heart ولم يقلق أنه تبز النهار بmer فنظم أنه يقلق أنه مving تبز الساوات والتي تبز السابق هذه هي تبز الساوات دائما واني نستخدم تبز الساوات عندما تعرف تبز الساوات واني تبز الساوات ستحصل بفر وانتظر على الاساول هذه مستخدمها ويحصلاء أخرى الكولام كورنيئا وبابلر يحصل فيه مهم وعنهي سوى مثل ما كفت بالضبط أصبح هناك ثم اوصبة هؤصف في ثم اي اولاد ك اوصف خاص بس يوصف خاصب بس نفس الوصف هناك فايدراتيك هنوصفهاyr يعني هذا الجارد يعتبر طيباً من هذا ولكن هذا الفرق أن هذا هو الهاتف والهاتف والهاتف بعد ذلك يقول لك أن الهاتف يحصل فيه أيضاً ديلاتيشن وثيكين المسكولر والهاتف الهاتف لا يوجد جانبه نورمل يبقى الهاتف لأنه هنا في الهاتف ويبقى الهاتف هنا كلاته نورمل يبقى هذا الجارد سهل وعندما تتذكره ذكره ما علي قبله يبقى دات رايكاسبت السينوس أنت بالموناري السينوس الأول ده ناحية الهاتف تأول ذكره الهاتف والهاتف يكون جداً طبعاً الهاتف يكون غير ثيكين لأنها حصل تريكاسبت سينوس أقةد هاتف نوع من الهاتف يكون ثيكين بأنه يحصل فيها ابطشوفي طبعاً عندما تدخل الفيبزي يحصل تربية كولايش وكلمنا كورنيوي والبابير المصدر يحصل فيه ابطشوفي زي ما هاتف الشهر بالزبط بالنسبة له نانجل ويصف الكسبوس وكسبس كسبس تريكاسبس والوصفها فايبروتيك وابيك وفيوز وثيكند والريبول اللي جعل بك يكتبه تمام بنسبة لي اللور الريت اتلم منها برضو بيكون ايه في دايلاتيشن شوية النتيجة ايه وكمان بيحصل في دايلاتيشن وان الول بتاعه ممكن تبقى فيها ثيكند يعني تمام طبعا الليفت صيد از ايه از نورمال نكمل بقى يا ولاد الجر اللي بعد كده اسمه ايه اسمه روماتيك فالفايتس والله طب ما احنا قلنا اصلا يعني دا الجر دا يعني تكملة او عالي بس شوية زيادات كده من اللي احنا قلناه مش احنا مش انا اقلال قلنه روماتيك فالفايتس دي حصل انفلمشن في الفالفات نتيجة روماتيك فيفور اللي حصلت صح كده اللي قلتلك بعد كده ايه بتهيلد بالفايبروزيس طيب الجر دا عبارة عن روماتيك فالفايتس بلاس انفكتب اندوكارتايتس بلاس بقى ان الاندوكاردين بدأ يحصل في انفكشن تنين الف óرتنا في الحميحة اول حاجة حصل الحزبة حصل في انفكتب اندوكاردة انتعرف ان الفالف بتاع الحرد بقى انه سيبقى اريد في الكردات نبيني فالف آخر محصل قادم بقى نفس الكلام يتكرر نفسه اي كلمة تجعب لك من الكلام ده كتبها تمام كده؟ اللي كمان اللي بيحصل تفض ماليش يا وياد انا اسفى كل شوية عالفه انا بقصر بتاع بس عشان يعني الواحد قعد في السكن بقى و ايه 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 تمام نتكمل احنا قولنا ايه قولتلك ايه قول ما تشوف الشكل ده ده الفلفات بتاع ايه؟ ده الفلفات بتاع ايه بتاع يا الله ده الفلفات بتاع الهارت تمام؟ ايه بيحصل فاروماتيك فالفيتس وهنزود عليها انفكتب اندوكاردايتس حلو قوي ايه يبقى انت عندك الورجان هنا تو هارت فالبس عارفناه ايه هنوصف هي ايه قولتلك ان الفلف تحت الكردة تنبيني هنوصف الكردة تنبيني و وصفناك الستيك ويت فايبروتيك الريجولار في يوز كل ده حلو قوي ايه كمان يا دكتورا بيحصل بيحصل حاجة مهمة اسمها فيجتيشنز فيجتيشنز يعني بعض الزيادات اللي بتبقى على الفلف والفيجتيشنز دي بتكون ايه بتكون لونها ويتش انقلر وبتكون كمان فرايبل مش ادهيران تبقى فرايبل كده و ايه يعني ايه انت اول ما تبسكها كده تقع تمام كده يلا بتبقى فرايبل وبتكون كمان ويتش براونش انقلر تمام هنوصف ايه مش دي فلفات يبقى نوصف الكزبز بتاعته وصفناها لحد دي وقت مية مرة تابقى ايه كلام ده تكتبه بلاس با ايه الوصف اللي احنا قلناها قبل كده اللي هو ايه ايه الباطن هول ايه فورمتي مسي كده تمام ايه شبه ايه شبه للزرار كده اهو تمام فتتكر ان ايه شبه للزرار خالص بينا قد ما كانت تسعهاش تمام قلنا كمان ايه الوصفة بتكون هارد وتكون كمان ويتش ويه بقى بتكون نتيجة يبقى تفتكر ان الرسمة دي بيحصل فيها ايه بيحصل فيها نفتكرها ازاي افتكر حرف السي اكدنا دي كده حرف السي تمام يبقى تاني بسرعة دي بايه روماتيك فالفوليتس مع ايه مع انفكتب اندو كاردايتس تمام اه الوصفة هيتركز اكتر على الفلفات لان الصورة مفيش فاية غير فالفات اصلا تمام يبقى الارجان عبارة عن تو فالفز افز هارت ما تكتبش بقى الهارت طب هنوصفه زي انت عندك الفلف اللي ورسرفز بتاعه ما بيبقى مسك فيه الكورد اتنبني اللي بتكون ثيك وايت وابيك وفيوز وهكذا تمام بعد كده قلنا بيحصل فيه الفلفات بيحصل فيها شوية ايه شوية ايه شوية يعني ايه زي نتوقات كده اللي بتكون وايتش براونش وبتكون كمان فرايبول تمام حلو قوي وكمان بوتن هور ايه بوتن هور ديفورمتي حاجة مهمة اوى برضو نستورها لك معلش الالسراشن يبقى بيحصل فيها بوتن هور ديفورمتي ممكن يحصل فيها شوية ايه؟ شوية تمام؟ يبقى تفتكر الجاردة حكتين اتنين تفتكر ايه حكتين اتنين؟ هقولك هتساكمها ازاي؟ ادي كده C و ادي كده U يبقى بيحصل و كمان ايه؟ اهو الجاردة بقى يا ولاد مش محتاج منك اي مذكر هو نفس اللي احنا قلناه اسمه ايه؟ اولا اسمه روماتيك فالفايتس احنا زيننا بقى من الكلمة دي بس الفرقناااااااااااا ايه؟ ده , ايه؟ ده يعني ده خلاص حصل له إنما ده كان ايه اباواتيك فالفايتس ماكانش لسه ايه؟ مكن شلسه في برودس فالروماتيك فالفايتس ده كنا نقول شكله شبه ايه؟ شبه الزرار صحا maximize Unile نضعة زيني آپ ايه؟ البطن هوassis ايه البطن هواضي او البطن هو pulsなる اما بقى الخفومة ده مش بيكون بطن هوال يوالاااااااااااااا امال بيرنس تحبه الفانيل شاب أبيرانس. يبقى أول حاجة هايبقى الهارت لأ هنا ثلاثة هارت وهنا ثلاثة هارت وهنا ثلاثة فلفات وهنا اتنين فلفات يعني. تمام كده. آآ بعد كده بنسبة الوصف بتاعه. اول لما تسمع كلماتيك فلفيتس. تروح توصف الكاسبس على طول بتاعته. الكاسبس فانل 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 تمام كده يبقى تميز اوه بنصر ديول اللي قبلها طب هنوصف ايه ثاني هنوصف مشكل فالفادي بتبقى ماسك الفام تحت الكردة تندين يبقى نوصف الكردة تندين نفس الكلام اللي احنا بنقوله من العيده thick opaque white refuse انا عشان كده قلتلكوا ايه عشان كده قلتلكوا ايه عشان كده قلتلكوا ايه عشان كده اكتبوا ايه دماغك بقى بترتيبك انت تمام ما علينا برضو قالك ممكن يبقى فيه شوية يلو ايه يلو باتش اسكن تمام يبقى دا اسمه هيلد روماتيك فالفايتس انما دا اسمه روماتيك فالفايتس وز ايه وز انفكتب اندوكاردايتس انما دا روماتيك فالفايتس بس بس هيلد 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 ما تنسوش كلمة هيلد دي وكلمة هيلد دي ياولاد تفكروا لكم بفانل شيب ديفورمتي ماشي؟ ده اخر جار معنا يلد لانا اسمه غير شوية رقيق في الجار كثير قوي شايفيني عنوانه وعمل كيف عبارة عني كثير وليس ما واحدة واللي ما قلناه عبارة عن روماتيك فالفايتس اجمنا اجري انت فهمته هناك دا حاجة روماتيك اندوكاردايتس بلاث انفكتب اندوكاردايتس ويسمى انترا ارتريال ميوراثرومبوسيس حصل بقى ميوراثرومبوسيس جوه هنفهم بقى دلوقتي هنفهم ان شاء الله نسكم لكم الجوردة كويس اول حاجة يا ولاد اول حاجة لو جانا نشوف الجوردة من بره الاوتر سيرفس بتاعه هيكون سموث وهيكون كمان جلستنج يعني بيه المعكد يبقى من بره الجزء اللي بره بيكون سموث وايه؟ بيكون سموث وجلستنج اقدمك إصعاءها اولاد لا اقدمك بي مش سموث وجلستنج وهناك سموث سموث تكون الناس ما اللgus مقرات my Riaps هن dividedOFF و بالضغط في الجوردة هو ما زالتنا والأقل في الجو ميوراثرومبوس والميرانث رومبس دي بتكون لارج وبتكون كمان ايه الله سامحه ما بتكون لارج وبتكون براون ان كولر حلو كده حلو بلس ايه بقى بلس فاكرين اللي جور بتاع الروماتيك فالفيتس اللي احنا قلناه هدا وصف اللي انت فهمته منه لما اقل لك يا دكتور ده حصل الروماتيك فالفيتس يبقى اول حاجاتك في دماغك ايه تروح توصف لي القصبز بتاع الفالفيتس لقى بتكون ثيك ووايتش وابيك والريجولار كل الكلام ده هتكتبوا زائد ايه كمان زائد ممكن يحصل على الفالفات دي فيجيتيشنز اللي هي زي ايه اللي هو زيادات كده او النطوئات اللي بتكون لها جريش براونش مثلا بلس السيريشن وبيديك في الاخر شكل ايه الفالفة في الاخر بديك شكل ايه شكل البوتن هولد فورمتي تمام كده امال من اللي كان بدينا شكل الفانل الهيلد بقى هنا مش هيلد هنا روماتيك فالفيتس عادي مش هيلد فهقول فانل لا هقول بوتن ثاني يبقى هو يولد الجورد كبير بس سهله والله اول حاجة روماتيك ايه روماتيك اندوكاردايتس ماشي روماتيك فالفيتس انفكتب اندوكاردايتس وهكذا طيب هنكتب ايه اول حاجة من بره اول حاجة تكتبها من بره يعني ايه اللي من بره بيكون ايه بيكون سموس و بيكون جلستنج وزي الفل من بره تيجي بقى تخش بجوة تلاقي الدنيا عك خالص من جوه جوه عبارها عن ايه حاجة اسمها الماكولان باتشيز الماكولان باتشيز دي بتكون رف ومعها ثرومبس بنسمها ميورال ثرومبس الميورال ثرومبس دي بتكون لارش و براونش انكالا هنكتب ايه هنكتب ايه هنكتب كمان الكومنت بتاع الجور بتاع الروماتيك فالفيتس لما اجا اقول لك يا دكتور ده حصل روماتيك فالفيتسي Aahh يبدو ترهم بتوقف لعه المیورال ثيك و شعام ادهيرا و ل persistent لأنها تحتوي على خلال حال صدقات من التوات أو الزيادات ويضمح جداً لذلك نقرأ نجاب، هذا الأورجان نعابل عن تشكل الكثير هذا القرار كان عبار عن خطر من بره يبقى سموس وجلسك وويتش انكالر وكمان قال لك الول بيكون فيرم وإلاستيك يعني وفيرم بس بيروح ويجي معك فيرم وإلاستيك حلوة قوي اللهم صلى الله محمد قال لك الاتريم بنفتحه وهي الشكل اللي فده أصلا اتريم مفتوح وفتحناه عشان نشوف ايه عشان نشوف الثرومبس اللي موجودة جواليه بنسميها الميورا الثرومبس هيجي وصفها دلوقتي قل لك السرومبس دي بتكون جريش بلاونه زي ما انا قلت لكم بتكون كمان لارج ترانزفرزت باي ويتش اس ترونس كده يعني يعني بتبقى علاش ويتش اس ترونس كده أو قطوط ما علينا مش مهم أهم حاجة بقى من جوه هنلاقيها ايه لو المكولم ايه المكولم باتشيس المكولم باتشيس دي موجودة من جوه وراء يعني وجوه بس في البوستير وراء وفي الاتريم تمام كده المكولم باتشيس دي بتبقى ايه ويتش بلاك كده بتكون الرجولار يعني عبارة عن ايه باتشيس يعني زيادات حلوة قوي زي ما انا قلت لك الثرومباي دي اللي بنسمعه ايه بنسمعه الميورال الميورال ايه الميورال ثرومباس تمام زي ما انا قلت لك بيحصل روماتيك فالفيتس واول لما تسمع كلمة روماتيك فالفيتس بنروح نوصف ايه؟ بنروح نوصف الكاسبس وانا وصفتلك الكاسبس لحد دي وقت قد قبل عليك هنوصف الكاسبب بتاع الميتر لان احنا في الليفت اتريم صحيح كده هنوصف الكاسب بتاع الميتر هيكون بردو ثيك وقبيك وفايبروتيك وريجولار وفيوز وهكذا بلس مش ده بردو بيحصل ايه لما يحصل لما يحصل ماتيك فالفيتس الكوردة تنديني اللي تحته طبعا بيكون ايه؟ الكوردة تنديني اللي تحته بيكون بردو وبيك وبيكون كمان ثيك وويت وهكذا فتخلي شكله ايه يا ولاد تخلي شكله بطن ايه بطن ايه مكتوبة تقريبا هنا اه هي يا ولاد مكتوبة هي بطن هول ايه تمام كده؟ بالاضافة ان بيحصل والسريشن نفس اللي انا قلت ولأ علشان كده قلتك اكتب ورايا لو كنت كتبت ورايا اللي كتب ورايا هو اللي كيسي لما طلبش ورايا زنبك على جنبك مانيش دعوة اعيد لكم على تاني اعيد لكم على تاني تاني الجرد لما يجي لكم هتكتبوا ايه؟ اول حاجة هتكتبوها من بره بره عامل ايه؟ بره بيكون سموس وزي الفل تجي ندخل على جوة الدنيا عكو خالص جوة عبارة عن ايه يا ولاد؟ جوة عبارة عن مكولم باتشيز المكولم باتشيز دي وصفها ايه؟ اول حاجة بتكون طبعا تمام؟ بتبع عبارة عن كده موجودة في الاندوكاردية بتكون تمام؟ وكمان ايه اللهم صحيح محمد ايه وبتكون بره منش انقدر عادي تمام؟ ايه بعد كده كلمة دي روماتيك فالفايت استفكرك عطولي انك هتروح تتكلم على الفالفات اول حاجة هتتكلم على الكاسبس بتاع لان ده الليفت اتري يا ولاد مشرائي فهنتكلم على الكاسبس بتاع الميتر فالفلاس بس بيكون ثيك اللي احنا قلناها بيكون ثيك وقبيك وادهيرانت مسلا وفيوز وهكذا تمام؟ بيحصل ايه كمان؟ بيحصل ايه روماتيك فالفايتس وبيحصل كمان على الفالفات دي نتيجة الروماتيك فالفايتس يبقى انت بتجيب الكومنت اللي انت فهمت من الروماتيك فالفايتس وتضع هنا بعد كده كده خلصنا يا ولاد السكشن الحمد لله ده حدول تدي بقى دريقة كده يعني ايه ها ما كنت اعزه احلاما معكم بسبب سواء تأخر اونا مش هتقل عليكم يعني فهما سهلين يعني حلوهم بقى انتوا ان شاء الله ايه معنافسكم هذا الجرد اللي جالي فاركزوا فيه اا هسهيقلكم تعم؟ تانكيو يا ولاد ايه و سلام عليكم رحوة ارواية كاتو انا استعرفكم بنفسي واعلي لا مش هو معنافسكم بنفسي يعني سلام عليكم